وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لوضع استراتيجية طويلة المدى لقطاع المياه ومعالجة التحديات التي تواجه المملكة بهذا الخصوص ضمن رؤية شمولية واضحة جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني الذي شدد خلاله أهمية استخدام التكنولوجيا للتعامل مع تحديات المياه والاستعانة بالخبرات المحلية والدولية في القطاع لاعتماد أساليب توفير المياه وإنشاء السدود الترابية وأكد جلالته أن إجراءات تحديد كمية الفاقد من المياه ومعالجة ذلك يجب أن تكون جزءا من الاستراتيجية الشاملة